يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عضوانه على أنحاء قطاع غزة لليوم الرابع والستين بعد المائتين على التوالي مع استمرار ارتكاب المجازر وقصف المباني السكنية وبراكز الإواء وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على بيت لاهيا وجباليا بشمالي قطاع غزة كما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في مخيم نصيرات بوسط القطاع ومدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأجزاء الشمالية الشرقية من خان يونس هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العضوان إلى سبعة وثلاثين ألف وسبعمائة وثمانية عشر شهيدا وستة وثمانين ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين مصابا مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية راح ضحيتها ستون شهيدا ومائة واربعون مصابا بلا هوادة تتواصل حرب الإبادة فمنذ أربعة وستين يوما بعد المائتين لا زالت سماء قطاع غزة ملبدة بطائرات الاحتلال تقصف شمالا وجنوبا مرورا بالوسط ولا زالت مدفعية الاحتلال الرابدة على حدود القطاع وفي بعض مدنه تواصل القصف العنيف والعشوائي على المنازل الآمنة كما لا زالت المجاعة هي السمة الرئيسية في القطاع خاصة في شماله المأزوم فمن الشمال انتشرت تواقم الدفاع المدني لانتشال ضحايا الغارات العنيفة على عدد من المناطق أبرزها بيت لاهية وجبلية وفي الوسط كان مخيم النصيرات هو أبرز المناطق المستهدفة ففي بلدة المغرقة نسفت طائرات الاحتلال مبان سكنية لتسقط على رؤوس ساكنها ويدفن تحت أنقاضها العديد ومن نجا فهو مصاب لا يجد ما يطيب جرحه وفي الجنوب كان المشهد مشابها حيث نسفت مدفعية الاحتلال مبان سكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية ونشطت مدفعية الاحتلال في الأجزاء الشمالية الشرقية من خان يونس ووسط رفح الفلسطينية لتسجل السلطات الصحية مجازر جديدة أما مشاهد المجاعة التي تكتاح القطاع بسبب عدم دخول المساعدات فحدس ولا حرق فبحسب تقرير دولي فإن نحو 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام حاد للأمن الغزائي وأن المصار الأخير لتقديم مساعدات الإغاثة في غزة سلبي وغير مستقر إلى حد كبير وضع يرزح خلاله أهالي قطاع غزة بين قصف لا يرحم صغيرا أو كبيرا ومجاعة لم تترك طفلا أو مسنا وجهود سياسية دولية لإنهاء العدوان لا تسمن ولا تغني من قوة